لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما مستمرين صفحة مئة واربعة وعشرين تقويم اثاري الدعم اذا نبدأ بالتمرين 18 ولاحظوا التدريجتين ا و بي على المستقيم المدرج هذا يسمى مستقيم مدرج وهذا كيتسمى التدريجات واحدد الجواب الصحي اذا كما تلاحظوا دائما نبغي نشوفوا شي مستقيم مدرج كنشوفوا باش كي يبدي وباش كي ينتهي باش نقدرون نعرفوها التدريجات هذي باش حال غد نتقلو ما بين تدريجة وتدريجة اذا كما تلاحظوا فالتدريجة الاولى عندنا هنا هي 5.3 وغادي نمشيوا التال هنا تال اخر ونشوفوا عتاني كالقو 5.4 اذا الفرق ما بين هذه وهذه الله عشور واحد اذا كما تلاحظوا فهذا شحال تقسم من مرة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اذا تقسمنا الى عشر اجزاء الجزء الاول التاني التالت الرابع خامس سادي السابع تامن تاسع والعاشر اذا ما بين خمسة فاصلة ثلاثة وخمسة فاصلة اربعة قسمنا الى عشرة اجزاء او عشر تدريجات اذا باش نعرفو كل تدريجة شحال كتاوي دائما نديرو نديرو هذا ونقسموه هذا ونقسموه على عشرة اذا خمسة فاصلة اربعة نقص خمسة فاصلة ثلاثة شحال غادي تعطيني صفر فاصلة واحد داك صفر فاصلة واحد غادي نقسموها على عشرة اذا شحال غادي تعطيني تعطيني الصفر فاصلة الصفر واحد اذا كل تدريجة كنتقل بصفر فاصلة الصفر واحد بمعنى اذا هنا عندي خمسة فاصلة واحد وثلاثون هذه الثلاثة هي ثلاثون قلنا الأصفر بعد الفاصلة لا تحتسب اذا هنا شنو غادي يكون عندي الى زد هذا اذا نتقول خمسة فاصلة واحد وثلاثون خمسة فاصلة اثنين وثلاثون خمسة فاصلة ثلاثة وثلاثون هذه خمسة فاصلة أربعة وثلاثون وهذا هو الجواب الصحيح بالنسبة للتدريجة بي قد نكمل خمسة فاصلة أربعة وثلاثون 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 إذا ندول جواب صحيح وهذه 5.40 أو 5.4 إذا هكذا بش نقدر نحدد تدريجات بشحال كنتقلوا من تدريجة لتدريجة دائما نحدد لهذا نقسم لهذا ونقسم على عدد التدريجات اللي عندي مبيناتهم بالنسبة للتمرين 19 المقارنة عددين لقد أحضر العدد الثاني ونحدده إذا في هذه الحالة سنقارن عشر ديال العدد الأول اللي هو واحد والعشر ديال العدد الثاني اللي هو ستة إذا هدهما اللي سنقارنه باش نقدر نحرف هده ثلاثة تفاصيل الستة وهده ثلاثة تفاصيل خمسة عشر شكولي أكبر وشكولي لأصغر إذا هنا ما يمكن لش نقارن ثلاثة ومية أو خمسة عشر مع ستة وثلاثة لأنه ما عنديش هنا عندي رهي غي ثلاثة في الجزء الصحيح وهنا ثلاثة في الجزء الصحيح إذن هذه ما يمكنش كذلك حتى هذه ولكن نقدروا ما نعتبروهاش الصحيحة اللي مطلب منا في هذا التمرين أننا نقارنه دائما نبديه بالأعشر مع الأعشر الوحدة دي الجزء الصحيح مع الوحدة دي الجزء الصحيح الأجزاء المائة مع الأجزاء المائة ما نقارنش العدد كامل من مور الفاصيل احنا ما تعلمناش هالطريقة تعلمنا أننا نقارنه دائما الأعشر مع الأعشر أجزاء المائة مع الأجزاء المائة وكذلك الوحدات في الجزء الصحيح مع الوحدات في الجزء الصحيح إذن لمقارنة هذين العددين هاتشي اللي غد نحتاج أنني نقارن أعشر العدد الأول مع أعشر العدد الثاني ونظره على هذي إذن هذه هي الطريقة الصحيحة باش يمكن لي نعرف شكل كبير وشكل صغير فهذه الحالة غد يسكون 3.6 أكبر من 3.15 بحالي اللي عدنا هنا يا 3.60 إذن بالنسبة لتمرين عشرون تم التعبئة إثناني لتر فاصلة سبعة من الدواء في قارورات ساعتها 30 ميلي لاتا إذن ما عدد القارورات مستعمل إذن عدنا هذه واحد البوداي كبيرة قارورة كبيرة ديال الدواء بغير نقسمها على واحد القارورات صغارة الساعة ديالهم 30 ميلي لاتا إذن شحال غد يكفينا أو شحال غد نحتاجه من قارورة إذن شنو غد نضعه أول حاجة طلقا غد نحول هد الوحدة هد هذه للتر O نحولها للسعادة لهاد القارورات اللي غد نقسمها عليهم إذن هنا في حالة عندي بالم coloured إذن سنحول هد الوحدة هد الذي ديال القارورة الكبيرة الم Laughs إذن جوج الليتر فاصلة السبعة إلا هدتها المừa لاتر ما شهالüyor تعطيني 2017 م lo Bell إذن هنا لدي جوجلتر إلا حولت الفاصلة الهدتة اخطي نقص ثانية 500 سعة 30 ميلي لتر خصني 90 قرور إذن 90 قرورة سعتها 30 ميلي لتر كتساوي لها 10.7 لتر ديال القرورة الكبيرة إذن بالنسبة للتمرين 21 إذن أعيد إنشاء الدوائر إذن أعيد إنشاء الدوائر التي مركزها A هذه الصغيرة B اللي كبر منها C اللي كبر من أو B وال D اللي كبر منهم كاملين إذن هذا هو المركز ديال دي وهذه هي الدائرة لو وضعنا الإبراد البركار هنا ووضعنا وبغينا نرسمها الدائرة للمركز ديال هادي غضي نظهره هذه إذن السؤال هو ما هي الدائرة التي لها أكبر شعاع إذن هذه واضحة إذن الدائرة التي لها أكبر شعاع كما تلاحظوا هي الدائرة الكبيرة هي الدائرة التي مركزها D هذه اللي كبيرة عليهم كاملين للمقارن هات الشعاع هادا يعني هذا هو الشعاع ديال D مع هادا ديال B غDO يكون D هو اللي كبر مع هادا ديال B ومع هادا ديال A إذن أكبر دائرة التي لها أكبر شعاع هي الدائرة الكبيرة اللي هي مركز ديالها D السؤال جيم أحدده الأقراص التي تضموة النقطتين إذن قلنا الأقتن الأقراص هو هاد الجزء اللي لضاخل كله إذا بغينا نعرفه القرص أغسنا اللونه هاد آ كلها هادي كاملة اللونه إذا بغينا نعرفه بي نلونه هادي كاملة إذن كما كتلاحظوا فالقرص بي كيحتوي في الداخل دياله على القرص أ والقرص الس كيحتوي في الداخل دياله على القرص أ والقرص بي والقرص دي كيحتوي عليهم كاملين في الداخل دياله إذن القرص دي كي في الداخل دياله عنده هادو كاملين هاد الأقراص هادو كاملين عنده في الداخل دياله إذاً شكونا هي الأقراص التي تضموا دعوا 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 في الجبل دعوا في الجبل الدخلي الدجلة إذاً موصلتنا للدم 6000 قرص إلا القرص الذي مركزه A A هو القرص الذي لا يحتوي على النقطتين ولا يضم النقطتين C وال D بالنسبة للتمرين 22 إذن ألاحظه وأحسبه مساحة الجزء الملون إذن إذا أريد أن نحسب الجزء الملون يجب أن نحسب الجزء كله هذا المربع هذا الكبير ونقسمه هذا للداخل حيث أنا مطلوب مني أنني أريد المساحة هذه هذه المساحة ديال البيض لا يحتوي نحسبها ونزولها إذا كما كنت لاحظوه نعطينا الضلع وقد لاحظوه هذا على شكل مربع إذن جميع الأضلع القيص ديالها هو 28 سنتيمة إذن أول حاجة نحسب المساحة ديال هذا الجزء هذا كامل ديال هذا المربع كامل بالجزء الملون وهذا الجزء الأبيض إذن شنو غادي تعطيني إحنا عرفنا مساحة المربع هي الضلع في الضلع إذن هي 28 في 28 إذن إذا درنا 28 في 28 تعطيني 784 سنتيمة مربع إذن هذه المساحة ديال الجزء الملون زائد الجزء الأبيض إذن شنقص نحسب الجزء الأبيض أو تاني باش نقصه من هذا الجزء الملون باش يعطيني فقط الجزء الملون الجزء هذا المربع كله غادي نقص منه هذا الجزء الأبيض أو المساحة البيضاء باش تعطيني فقط تقالغي الجزء الملون إذن غادي نحسبوه المساحة الجزء الأبيض شنو هي إذن عبارة عن مستطيل كما كنت لاحظوه عنده الطول وعنده العرض المساحة المستطيل هي الطول في العرض إذن هي 14 في عشرة تعطيني 104 إذا كما أن الجميع نقسم اندئل هدي نأخذ هذا المربع الكبير كله اللي حسبت له المساحة 784 ونقسم منه هاد المساحة المستطيل الجزء الأبيض الجزء الملون بالأبيض نقسمها من هاد المربع الكبير إذن شنوخاذين دين هي 784 ديلا هدا كله ونقسم منه هاد المساحة لجزء الأبيض اللي هي 140 وهذه تعطيني 644 سنتيمتر مربع إذن هذه المساحة فقط ديال هذا الجزء الملون هذا بلا هذا الجزء الأبيض مساحتها هي 644 سنتيمتر مربع إذن بالنسبة للتمرين 23 كي لا أوطيل إذن أحدد الكتابة الصحيحة من بين مايالي إذن هذه مقارنة لعددين عشرين شنو قلنا كنقرن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح إذن أربعة مع أربعة وإذا كانوا متساويين كندوزوا الجزء العشري عندي هنا ثمانية وعندي هنا واحد إذن هذه الكتابة خطأ لماذا؟ لأن الأعشر ديال العدد الأول أكبر من الأعشر ديال العدد الثاني إذا خصو يكون هاك ماشي هاك إذن هذا خطأ هنا دي رغي علامة بلا منصحوه بالنسبة لهذه العملية عندي 7.47 وعندي 7.5 إذن سنقرن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح 7 مع 7 متساويين ندوز الجزء العشري ونبدأ بالأعشر هنا عندي أربعة وهنا عندي خمسة إذن خمسة أكبر من أربعة إذن هذه صحيح بالنسبة لهنين عندي خمسة فاصلة خمسة عشر وهنا خمسة فاصلة مئة وخمسون ق牛نحتي هذه الأصفر مع الفاصلة لا تحتاسح هذه نقدر نزيد سفرها إذن خمسة فاصلة مئة وخمسون خمسة فاصلة مئة وخمسون هندي تساوي إذن هذا خطأ كذلك هنا عندي عشرة فاصلة خمسة وعشرة وثلاثة بدأ الجزء الصحيح عشرة عشر اعشر ندوز الجزء العشري يبقى بالأعشر هنا عندي 0 هنا عندي ثلاثة اكبر من الصفر هنا عندي 0.05 وهنا عندي 0.50 نقنا أستغل النزيد 30 ونعندي 0.05 تساوي خطأ الذين يريدون عليهم علامة راهم خطأ وذين يريدون عليهم هذه العلامة راهم صحيح إذن هنا لدي 0.5 أكبر من 0.5 نقولنا نفس الشيء هنا لدي بحالية لدي 0.5 0.5 هنا 0.5 إذا هذه تساوي إذن هذه العملية الكتابة خطأ إذن هذه الكتابة خطأ إذن عندي 4 للكتابات خطأ ولا قتلاح لديك كتابات صحيح لذلك ستعرف على كيف نقارنه بين عددين عشريين إذن بالنسبة لتمرين 4 أو 20 إذن أمثل هذه المعطيات في مدراج عندي في السطر الأول لعمر بالسنوات سنة سنتين ثلاث سنوات أربعة سنوات خمس سنوات والقامة بالسنتيمتر سنة الأولى 75 في سنة الثانية 75 سنتيمتر في السنة الثانية 99 سنتيمتر في سنة الثالثة 95 سنتيمتر في سنة الرابعة 98 سنتيمتر في سنة الخامسة 100 سنتيمتر إذن دائما نجي للسنة هنا لأنني عندي 75 كحة 75 ونقوم بيها العامود بالنسبة للسنة الثانية عندي تسعون تلاحظها هنا تقريبا هاد القياسات متقاربين تسعين خمسة وتسعين ثمانية وتسعين مية تلاحظوا كلهم متقاربين فقط هاد الشي غادي يجي شوية مش هي ايكزاك تحيله ش هيتم اعطونه هنا يعني ارقام اللي باينة واضحة فقط ارقام متقاربة والتدريجات الصغارين هنا اذا هذا فقط غيب باش ننفهمه الكنسبت وانفهمه يعني التمرين بصفة عامة اي تمرين جاني بهذا الطريقة هذي دائما نجيل هناي لهذا العامود هذا ونشوف العدد اللي عندي هنا مثلا عندي سنة وهنا عندي خمسة وسبعة غذي نطلحت ال خمسة وسبعة منذ العامد مثلا هنا عندي خمسة سنوات مية قد نجيل الخمسة ونطلحت المية وندير العامود ندير نقطة هنا ونرسم العامود وهكا نكون نرسمت هاد المدراج انتلاقي من هاد الجدول وملأت المبيان ديال إذن في السؤال في أي عمرين تتجاوز قامة الطفل 90 س وبذلك step 2 تجاوزت تسعين سنتيمتر كنت عندو في السنة التانية وفي أشكاب عندو تجاوزها ان ا также في السنة التالية عاد عندو تسعين سنتيمتر مع السنة التالية عاد فعلا تجاوزها 9 segment 80 ersch في السنة وربع loose في سنة بعدث سنة إذا التي تجاوزها أكثريمانا يزاوزها بعد ثلاث سنة happens twenty to zero ففي السنة الثالثة عاد ولا عنده خمسة وتسعون سنتيمتر إذن في ثلاث سنوات تجاوز هذا الطفل قامت تسعون سنتيمتر إذن بالنسبة للتمرين خمسة وعشرون قطع حسين مسافة خمسة كيلومتر في ساعة وعشرون دقيقة بينما قطع حمو في تسعون دقيقة إذن السؤال هو من قطع هذه المسافة في أقل الوقت هنا عدنا الساعة والدقائق وهنا عدنا بالدقائق إذن باش نعرفه نحول هذا للدقائق إذن الساعة حلقنا فيها من دقيقة فيها ستون وعنده زائد عشرون دقيقة هي ثمانون دقيقة إذن الحسين قطع خمسة كيلومتر في ثمانين دقيقة بينما حمو قطع خمسة كيلومتر في تسعون دقيقة إذن شكرا لك قطع المسافة في أقل وقت إذن هو حسين إذن حسين هو الذي قطع هذه المسافة في أقل وقت دائما نقول نحاول نفس الوحدة الدقائق بالدقائق باش نقدره نقارن مبيناتهم بالنسبة للتمرين ستة وعشرين إذن يمثل شكل FGNHEM تصغير إذن هذا الشكل هذا اللي الداخل كي مثلنا تصغير لهذا الشكل هذا اللي كبير إذن ما هو معامل التصغير إذن باش نعرفه معامل التصغير قد يمشي وناخده مثلاً ضلع كما كان مثلاً ناخده هذا الضلع هذا ونشوفوش حل قياس دياله إذن القياس دياله تقريباً 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 1.8 أو 1.9 1.9 إذن هذا الضلع هذا هو تكبير لهذا الضلع هذا إذن قد نجيه لهذا الضلع هذا ونشوفوش حل إذن هذا تقريباً 0.9 إذن تقريباً 0.9 إذن هذا 0.9 وهذا 1.8 إذن فاش دربنا 0.9 حسننا على 1.8 سنتيمتر إذن ضربناها في 2 إذن باش انتقلنا من هنا لهنا ضربناها في 2 وباش انتقلنا بهذا الضلع هذا لهذا الضلع هذا قسمناه على 2 إذن نحن كنتكلمه على التصغير حيث وما قالوا إننا هات الشكل هذا هو تصغير لهذا الشكل هذا إذن شحل معامل تناسب إذن قسمناه على أجوش إذن هو 1 على 2 كنت قالوا إننا مثلاً هات الشكل هذا الكبير هو تكبير لهذا الشكل هذا الصغير مثلاً يقولنا يمثل الشكل F A B C D E M تكبيراً للشكل F G N H E M إذن ما هو معامل التكبير أريد نقوله معامل التكبير هو أننا باش انتقلنا بهذا الضلع لهذا الضلع ضربنا في 2 وإذا في هذا الحال عندنا معامل التصغير اللي هو 1 على 2 إذن بالنسبة لتمرين 27 أتعرف نشر متوازن مستطيلات وألوينه بالأحمر ونشر الهارم وألوينه بالأزرق إذن نحن كنعرفه قرينا متوازن مستطيلات وقرينا الهارم وكان نقوله إذن بالنسبة للهارم قلنا باللي عنده الأوجوه عبارة عن مثلاتات وعددها هو عدد أضلع القاعدة هو عدد أضلع القاعدة إذن كنتلاحظوا فهذا الأوجوه ها يعدنا مثلاتات وعددها أربعة يساوي عدد أضلع القاعد اللي هو أربعة إذن هذا هارم إذن قرينا نلونه بالأزرق إذن وبالنسبة للمتوازن مستطيلات عنده 6 تادي الأوجوه 1 2 3 4 5 6 هذه الأوجوه قلنا إذا كانوا عندنا جوج فيها عبارة عن شكل مربع إذن في الوجوه الأخرى تكونوا على شكل مستطيلات تكونوا على شكل متساوية كما في هذه الحالة هذه أو على شكل جوج متساويين مع جوج على هذا الشكل هذا ولكن الفرق ما بين هذا النشر هذا وهذا النشر هذا يوجوه الجانبية جوج كيكونوا متساوين و جوجوه الأخرين كيكونوا متساوي ما كيكونوا متساوين باربعا بهم كما في هذه الحالة هذه إذن النشر الصحيح لدينا هو السيء وبين المتوازن مستطيلة كي تأكدوا منه خذ ورقة في هذه التدريجة ديال الضفتر ورسموها تشكل كما هو مثلا خذوا هنا جوج تدريجة جوج 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 وصيبوا وقطعوه بالمقص ومن بعد ذلك قوموا باللسق دياله وغايتشوف أنكم جزيعت حصلوه على متوازن مستطيلة في هذه الحالة ومتوازن مستطيلات في هذا الحالة لكن في هذه الحالة هذا ما کا بحصل فى متوازن مستطيلة لماذا ولأن هذا الوجه هذا سيف pil 청راط يدرك لي الوجه الجانب غير خير إذا أردنا هذا نقول عليه بلية متوازن مستطيلات نجيب هذا الوجه هذا ونركبه من هذا الجهة لذا يدرق لي الوجه الجانبي وهذا يدرق الوجه الجانبي وهذا يدرق الوجه الجانبي ولا يغطي الوجه الجانبي إذن إلى هنا نكون قد نتهينا من تمارين الصفحة 124 نتمنى أنه يكون فادكم هذه الحلقة هذه وبالنسبة التمارين كانوا تمارين يعني في المتناول وكنتمنى أنكم ما تلقوا شي صعوبات في التمارين اللي غريبقونه في صفحة مئة وخمسة وعشرون إذن نجزوهم ونحاولوا أن ننصحهم في الفيديو القادم إن شاء الله إذن إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء وشوف شكرا